كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني انطلقت اليوم بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء هذا وأكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار وأنه لا يوجد خط أحمر سوى الدستور والقانون لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيارا شبابيا أو حزبيا معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر لا يوجد فرض واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار نعم هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه أيضا المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الأمر الثاني أن كل القضايا كما أشار التقرير الذي رأيتموه كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لكنها قضايا المجتمع قضايا بناء الدولة الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة